اشتركوا في القناة 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 ولكن باقي الشهر هو إيجابي جدا ممكن يصير عندك اهتمام كثير في أمور إلها علاقة بالسكن ممكن تغيير سكن ممكن شراء سكن أو استرداد سكن ممكن يكون تغيير ديكور أو تجهزات داخلية احتفالات ممكن مفاجأة تصير مع أحد أفراد العائلة خطبة ارتباط زفاف حمل ميلاد يعني كل إشيء له علاقة في البيت يتكون على البيت فأحنا بنحكي أنه إيجابي من بعد يعني نحكي من يوم سبعة الشهر بصير إيجابي جدا وقوي الحظوظ فيه أما بالنسبة لبيتك الخامس فأنا بقول لك الشهر هذا ضاغط عاطفيا لدرجة عالية جدا ممكن تفقده حبيب ممكن تفقده اتصال مع زوج ممكن أنه يصير مشاكل عاطفية كبيرة تصل لمرحلة الفراق فحاولوا أنكم تمسكوا عصابكم وما تكبروا الأمور للحد اللي أنتم تفقدوا السيطرة فيها أو أنه تخرجوا الأمور عن سيطرتكم حاول تمسك عصابك قدر الإمكان وفي هاي الفترة لا تغامر بالحظوظ ولا بأي أمر يعتمد على الحظ ما في حظ بالفترة هاي لأنه تقريبا معظم الشهر سلبي أما بالنسبة لبيتك السادس بيت العمل وبيت الصحة فأنا شايف أنه الصعوبة في أول ثلاث أيام حاول تنتبه لصحتك وحاول ما تقصر في أعمالك حاول أنك تنجز أعمالك مهما كانت ومهما كثرت أما إذا شعرت بأي تواعك صحي راجع طبيبك أما باقي الأيام يعني باقي أيام الشهر فهي إيجابية دعم لإلك في عندك حضوظ كثيرة على مستوى العمل وعلى مستوى الصحة حتى بإمكانك أنك تقدم العمل وممكن تترقى في عملك وممكن تنتقل من مكتب لمكتب آخر بشكل إيجابي حاول تستغل الفترة هاي وتدعم علاقاتك مع رؤسائك بالعمل وزملائك بالعمل أما بالنسبة لبيتك السابع بيت الشراك المالي والعاطفي فأنا شايف أنه في عندك حضوظ كثيرة على مستوى الشراكة ممكن أنه أنت تتحرك باتجاهات كثيرة أو تبدأ بمشروع أو فكرة ممكن تدعيم علاقتك بشريكك تصير الفترة هاي إيجابية في منكم ممكن يخطب أو يرتبط خلال الفترة القادمة فيحاولوا أنكم تكونوا مستعدين أما بالنسبة لأضعف الأيام اللي راح تكون ضغط عليكم وهي تقريبا ثلاث أيام بالشهر بس اللي هي 24 25 26 ديروا بالك من الخلافات مع شركائك وخصوصا الأزواج ديروا بالك من مشاكل مع أزواجك لأن الأمر ما بتحمل لمشاكل أما بالنسبة لبيتك الثامن يعني هذا بيت المواريث بيت الميراث بيت الضرائب بيت الدواري الحكومية حاولوا قدر الإمكان أنه أنتم تلتزموا بالقانون حاولوا أنه أنتم ما تخالفوا القانون بالفترة القادمة هذا الشهر شايف أنا في كثير من الدعم الخارجي في بعض الأمور البنكية والمعاملات البنكية ممكن تحصل على قرض أو على تعويض من تأمين أو بلوس التأمين أو أمور إلها علاقة باستردادات مالية من دوار حكومية مثل الضريبة مثلا يعني فيه أمور إيجابية كثيرة وممكن يجيكم مال عن طريق شراكي ولكن أصعب الأيام رح تكون هي يوم ثلاثة الشهر ويوم أربع وعشرين وخمس وعشرين وست وعشرين اللي ممكن تكثر فيها المصاريف والالتزامات لدرجة أنه أنت تحس بضغط كبير وترهق منها أما بالنسبة لبيتك التاسع فأنا شايف أنه موضوع السفر واضح عندك بشكل كبير وعندك قابلية للتحرك بشكل كبير باتجاه السفر حاول أنك تنسق أمورك وترتبها الحضوض بتدعمك بالسفر أو بعلاقاتك بالأجانب أو بناس ساكنين فيه أو مقيمين في أماكن غير الأماكن اللي أنت مقيم فيها فيه ممكن أشخاص منكم يرجع لأرض الوطن أو لبيتو لزيارة مش لا إقامة فيه منكو ناس رح تطلب الهجرة الشهر هذا إيجابي للهجرة ولا تجديد الإقامات وخاصة طيلة الشهر ما عدا ثلاث أيام في قلال هذا الشهر اللي هو يوم أربعطاش وخمستعاش وستعاش هاي أيام سلبية لا ما بنصح فيها تجديد الإقامة اللي عندهم امتحانات جامعية رح يبدعوا وفيه منكو أشخاص رح يرجعوا لمقاعد الدراسة وفيه أشخاص رح تغير تخصصاتها فيه أشخاص رح تهتم بلغة جديدة غير اللغة اللي هو بعرفها أما بالنسبة لبيت السمعة فأنا شايف أنه أول 12 يوم يعني ضغطات على السمعة بشكل كبير فعشان هيك أول 12 يوم ويوم 27 و28 و29 دير بالك من المخالفات القانونية أو أي شيء بشوه سمعتك حاول أنك تكون حذر وحاول أنك ما تتصرع بأي أمر يسيء لك حاول ما تتأخر عن عملك وحاول ما تراكم الأعمال عندك وما تعتمد على الحظ نهائيا حاول أنه إذا تخلي علاقتك بزملائك بالعمل ورؤسائك بالعمل مسيطر عليها ما تخد دخلوا بمشاحنات أو مشدات كلامية فممكن تفقدوا سيطرتكم أو يفقدوا همي الالتزام معاكم فيكون الأمر من وراء مصيبة كبيرة أما بالنسبة لبيتك 11 فأنا شايف أن الشهر هذا فيه كثير من الدعوات والنشاطات على المستوى الصداقة ممكن تتعرفوا على أصدقاء جدد أو علاقات جديدة الداعم من مركزكم الاجتماعي ممكن تستفيدوا من علاقاتكم هاي في حل كثير من الأمور خلال هذا الشهر تساعدكم في الخلاص من مشكلة معينة ممكن أن تتطور الأمور خلال هذا الشهر لا تكريم أو منحك هدية أو جائزة بسبب إنجازات معينة أما على مستوى بيت المتاعب فالشهر كله تقريبا ضاغط فبدك تحذر من الأشخاص اللي أنت ما بتعرفهم الأماكن اللي أنت ما بتعرفها المحتدة اللي فيها مجهولة أو فيها أشخاص مجهولين ما تحاول إنك تدخلها حاول تكون حذر جدا لأنه بيت المتاعب بيت سيء وخطر دائما بجلب مشاكل كبيرة حاول إنك ما تتأخر عن دوامك حاول تنجز أعمالك وحاول إنك تراقب صحتك أهم إشي ما تأمن إنك تدخل على منطقة أنت ما بتعرفها ومش مأمن نفسك فيها فخوفا من الاعتداء عليك يعني حاول إنك تكون حذر وخصوصا يعني بدي أحكي لك أنا من يوم ثلاثة الشهر ولغاية يوم سبعة وعشرين الشهر هذه أيام من أصعب أيام يعني أصعب شيء رح يكون خلال الشهر ضاغط على بيت متاعبك أسأل الله أنه ربنا يحميك وما يؤذي أي حدا فيكم وكل السلبيات اللي أنا حكيتها ما تصير الإيجابيات فقط هي اللي تصير في النهاية هاي توقعات والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء